الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد من مشروع تعميم من معرفة هذا المقطع مخصص لحق الإحصاء للسدالي تحت عنوان فرعي هو توزيع T أو The Student T Distribution أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين في كافة أرجاع العالم وعلى بركة الله نبدأ توزيع T The Student T Distribution قدمت في المقاطر السابقة المبادئ الأساسية لتجربة برنولي أو ما تسمى برنولي ترايل ثم توزيع للحدين Binomial Distribution وتوزيع Poisson Poisson Distribution وتوزيع مربع Chi Chi Square Distribution وأخيرا التوزيع الطبيعي Normal Distribution باعتباره أي هذا التوزيع الطبيعي هو من أهم أو أهم توزيع احتمالي متصل Continuous Distribution يستخدم في علم الإحصاء سأقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع المبادئ الأساسي لتوزيع T Student T Distribution وهو من أهم التوزيعات الاحتمالي المتصلة Continuous Distribution وكثير الاستعمال في اختبار الفراضيات أو ما تسمى بالأدبيات الغربية Hypothesis Testing يفضل العودة إلى المقاطع المشارع إليها هنا تجربة برنولي توزيع الدل حدين توزيع بواسون مربع Chi وأخيرا توزيع الطبيعي لإنعاش الذاكرة حول التوزيعات المذكورة وصلتها بعضها ببعض وخاصة هنا توزيع T يعتبر هذا التوزيع أي توزيع T من أهم التوزيعات الاحتمالية المستخدمة في اختبار الفراضيات Hypothesis Testing وخاصة عندما يكون حجم العينة أقل من 30 أرجو الانتباه إلى هذه الخاصية عندما يكون حجم العينة لذلك لا تتحدث عن مجتمع إحصائي لا تتحدث عن حجم عينة أقل من 30 مشاهدة والانحراف المعياني للمجتمع الإحصائي غير معروف إذن سيضطر الباحث إلى حساب الحراف المعياني للعينة لأن المجتمع الإحصائي أو الانحراف المعياني للمجتمع الإحصائي غير معروف لنفترض الآن بأن X1 X2 إلى آخره إلى XN تمثل عينة عشوائية بحجم N من متغير عشوائي موزع طبيعيا بمتوسط expected value of X تساوي مو of X متوسط هذا المتغير عشوائي الطبيعي وتباينه bar of X يساوي sigma square of X عند تحويل هذا المتغير إلى متغير معياري Z بواسطة الصيغة المعروفة لدينا Z تساوي حاصل قسمة الفرق بين قيم المتغير العشوائي طبيعي طبعا مطروح من كل قيمة المتوسط متوسط المتغيرات هذه متوسطها مقسم الكل مقسم على انحراف المعياري هذا نحصل بواسط هذه الصيغة على متغير معياري اسمه Z وله خواص ذكرتها في المقطع السابق سأذكر ببعضها الآن بعد قليل الآن عندها المتغير الطبيعي المعياري Z هذه القيمة العادية المتغير X sub i وهذا متوسط توزيع X i وأخيرا هذا الانحراف المعياري للمتغير X i يكون متوسط هذه من الخاصية مهمة جدا متوسط Z دائما وأبدا يساوي صفرا يكون متوسط Z مثل ما حسبنا في مقطع التوزيع الطبيعي مساوية للصفر وانحرافه المعياري Sigma مساوي للواحد الصحيح إذن تباين يساوي واحد صحيح وبالتالي الحراف المعياري يساوي واحد صحيح نستكمل دعنا نعرف المتغير W كما يأتي W يساوي حاصل جمع من i الأولى إلى نون ل الفرق بين قيم المتغير من متوسط الحساب مقسم على الإحراف المعياري وبالتالي مجموع انحراف القيم مقسم على الإحراف المعياري الكل تربيع الكل تربيع هذه قيم المتغير XI أي الآن الوسط الحساب للمتغير XI وهذا هو الإحراف المعياري بالرجوع إلى مقطع توزيع مربع chi نجد بأن W هو مجموع مربع Z قبل قليل أذكركم فيها Z أرجع إلى الوراء بعد إذنكم حتى تذكروها Z تساوي حاصل قسمة الفرق هنا XI من ميو مقسم على سجم سكوير إذن إذن الآن فنجد بأن W هو مجموع مربع Z ما يعني بأنه يتبع آلية احتمال توزيع مربع chi بدرجات حرية درجة فريدم عددها نون ناقص واحد أو N مينوس ون هذه خاصية مهمة جدا جدا ل W إذا قسمنا المتغير Z على الجذر التربيعي المتغير W وهذا بدوره مقسم على درجات حرية نون ناقص واحد أو N مينوس ون وافترضنا أن Z و W متغيرين مستقلان عن بعضهما بعضا من استقلال إحصائي نحصل على المتغير T كما يأتي T تساوي هذه القيمة Z مقسم على الجذر التربيعي لكن تحت الجذر التربيعي W كما ذكرنا مقسم على درجات الحرية وتساوي بعد التسهيل الآن رجعنا إلى القيمة بدل هذه قيمتها اللي هي X مطروح منها المتوسط تقسم على الحرف المياري والكل الآن حولت هذه القيمة إلى W طبعا دير ب مقسم على درجات حرية نجد الآن بأنها صيغة التباين لعين عشوائية ما يعني الآن بالتمعن في القيم تحت الجذر التربيعي نجد أنها مربعة هذه مربعة ما يعني بأن الاختصار النهائي لها يعطي القيم الآتية T تساوي هذا الآن الفرق X minus Mu of X I مقسمة على حاصل جمع مربعات الآن X I ناقص X bar الكل تربيعي مقسم على الناقص واحد شطبت الآن هذه مع هذه بعد ما تربع طبعا الصيغة T تساوي X minus Mu of X مقسم على مجموعة مربعات X I مطروح منها X bar كل تربيع طبعا مقسم على نون ناقص واحد أو N minus 1 شبيهة إلى حد كبير بصيغة التوزيع الطبيعي المعياري والفرق بينهما أن التوزيع الطبيعي اعتمد على المتوسط ميو والإنحاف ميار السيجما للمجتمع للمجتمع أما T هذه T فيعتمد يعني توزيحها على عين عشوائية أولا تعتمد عين عشوائية وليس المجتمع الإحصائي كله ويعتمد على متوسط العين X bar وليس ميو والإنحراف المعياري هذا هو العين كما هو معرف بعلم الإحصاء لمشاهدات أو قيم العين يتبع المتغير T توزيع احتماليا يسمى توزيع T بوسط مساون للصفر وهو يشبه التوزيع الطبيعي المعياري طبعا إلا أن نهايته T اليمين وعشمال يعني إلى اليمين وإلى يمين الصفر وإلى يسار الصفر النهايات سميكات نهايته سميكتان أكثر عرضا بالاتجاه العموري والذلك فهو توزيع متطابق حول قيمة متوسط له مساوية الصفر والمصدر الوحيد لتغاير قيمة T هو عدد درجات الحرية وعادة ما يرمز للمتغير X الذي يتبع توزيع T ب X distributed as T with D degrees of freedom وتقرأ باللغة العربية أو بالعربية المتغير عشوية X موزع حسب T بD أو دال درجات حرية توضيع يوضح الشكل الآتي الصورة البيانية المتغير هذا الآن التوزيع المتماثل حول الوسط يساوي صفرا كيف نحسب الاحتمال هنا بكل بساط طبعا هناك جدول لكن كيف نحسبه على الأقل شكلا من هذه الصورة البيانية الآن لأن التوزيع متماثل نحو الصفر فإذن 50% إلى يمين الصفر يعني الآن المساحة دائما أبدا تحت المنحة تساو واحص أو 100% ف50% من المساحة إلى يمين الصفر و50% إلى يسار الصفر فمن الجدول الذي سأذكره بعد قليل أو بينه نطرح أسئلة مقابل درجات حرية معينة محتمال أن تأخذ قيمة T القيمة واحد مثلا 0.646 يعني محتمال أن تكون أقل من أو تساوي أقل من أو تساوي أو أعلى من أو تساوي لأن التوزيع التراكمي ما يعني الآن احتمال احتمال أن تكون على سبيل المثال قيمة T أكبر من 1.64 أو تساويها 6.45 أو تساويها بالسواحة الصحيح مطروح من المساحة التي أتت إلى اليمين أو محتمال أن تكون قيمة T 1.645 أو أقل منها بتكون بالحالة هاي المساحة التي أتت إلى إلى يسار هذا الرقم وهكذا عند الآن لأنه متماثل فهنا 1.645 يقابلها بالضبط إلى يسار الصفر سالب 1.645 هنا 1.96 هنا سالب 1.96 وهكذا بقية القيم الآن طبعا سنظر مثال إن شاء الله طبعا المساحة تحت المنحة تساوي 100% أو واحد صحيح دائما وأبدا الجدول الجدول الآن هذا الجدول يحتوي على الاحتمالات والقيم فعندي درجات الحرية تبدأ من 1 2 3 4 طبعا لا نهاية لها لكن سبحان الله كلما زاد حجم العين عن 30 عن 30 لاحظوني الآن بعد 30 أخذت زيادة 10 صارت هنا 30 40 بعد 60 ثم 120 ما يعني الآن هنا تأخذ شكل التوزيع الطبيعي 30 فما دون يتبع توزيع ومنطرح أسئلة مقابل 11 درجة حرية 11 أو 11 درجة حرية 11 10 درجة حرية محتمال أن تكون قيمة تي 2 2 1 أو أقل بتكون 97 ونصف بالمية وهكذا أو دعنا ننظر أو نأخذ مثال آخر تحت 17 درجة درجة حرية محتمال أن هذا 17 محتمال أن تكون قيمة تي 95 بالمية أو عفوا محتمال أن تكون قيمة تي 1 1.74 أو أقل أو أقل بتكون 95% تحت 24 درجة حرية محتمال أن تكون قيمة تي 2.04 6 4 فبتكون بالحال هاي 97.5% أقل منها وهكذا هذه الآن الرسم البياني بيوضح لي لأن هذا المتوسط يساوي صفرا فنذهب إلى اليمين بتكون بالموجب 1 2 3 وهكذا إلى اليسار سالب 1 2 3 3 وهكذا فاحتمال على سم مثال عندما كانت درجات الحرية تساوي الآن 11 حجم العينة عفوا هنا حجم العينة المقصود فيه طبعا هنا درجات الحرية حجم العينة بيكون طبعا نون لكن من مطرح منها 1 فهنا خطأ بسيط نون ناقص 1 تساوي 11 ما يعني الآن احتمال أن تكون قيمة T 2 2 2 0 1 أو أقل أو أقل بتكون هنا 97.5% ما يعني بأن المساحة إلى يمين هذه القيمة بتكون 2.5% وهكذا لبقية القيم الآن طبعا سنأخذ بعض الأمثلة مثال لنفترض أن المتغير عشواء AX يتبع توزيع T بدرجات حرية النقص 1 1.812 ما يعني الآن 1 صحيح الكل مطروح منها إلى اليسار وبالتالي 1 ناقص احتمال أن تكون المساحة إلى هنا وبتساوي 5% إذن المساحة إلى يسار هذه القيمة 500 لأن التوزيع متماثل فهذه المساحة تساوي المساحة التي تأتي إلى يسار سالب 1.812 بسبب التماثل ما احتمال أن تكون X بين سالب 1.812 وموجب 1.812 إذن أتت من نصف هنا فالمساحة من هنا إلى هنا مطرح منها 5% و5% من هنا وبتكون بالحالة هذه 90% إذن المساحة تساوي 90% ما هو احتمال الآن أن تكون قيمة X أقل من 2.764 من الجدول نجد بأن احتمال طبعا درجات حرية بقيت كما هي كما كانت في السابق أعود الآن درجات حرية تساوي 10 فالآن إذن احتمال X أقل من أو تساوي 2.764 بتكون 99% وبالتالي أي شيء إلى يمين هي يساوي 1% الآن هذه المساحة المقصودة هنا إلى يسار يعني تساويها أو أقل منها إذن هنا X أقل من أو تساوي 2.764 فبتكون بالحالة هاي المساحة اللي يسار من الجدول نجد بأن هذه المساحة 99% ما يعني بأن احتمال أن تكون X أكبر من 2.764 بتكون 1% وهكذا الآن احتمال probability of X بتكون أقل من سالب 2.764 تساوي 1 ناقص المساحة الكلية وبتساوي بالحالة هذه 1 ناقص 99% التي حسبناها قبل قليل وتساوي 1% وهي هذه المساحة التي أتت إلى سالب إلى يسار سالب 2.764 هذه تساوي 1% إذا كان عدد درجات الحرية D تساوي N minus 1 تساوي 15 فاحتمال probability of X أنها تكون أقل من أو تساوي 2.131 تساوي 97% هنا الآن هذه قيمة T أو X طبعا T تساوي X بالحالة هاي فاحتمال أن تكون قيمة T أو X بالحالة هاي 2.131 أو أقل منها تساوي 97% بمعنى آخر المساحة من هذه النقطة إلى ما لا نهاية إلى اليسار تساوي 27.5% ما يعني بأن المساحة المحصورة إلى يمين هذه القيمة هذه تحت المنحنة بين الخط المتقطع والمنحنة والمحور الأفقي بتكون تساوي بالحالة هاي 2.5% الآن ما احتمال أن تكون قيمة X له T أقل من أو تساوي 2.131 معروفة أنها تساوي 2.5% هذه المساحة تساوي هذه المساحة في المقاطع القادمة بإذن الله سنستخدم توزيع T في اختبار الفرضيات حول مسائل متعددة منها مستوى الأهمية أو ما يسمى Significance Level للمعلمة المقدرة بطريقة المربعات الصغرية احتيادية Ordinary Lease Secure أو ما يسمى OLS واختبارات أخرى المقطع القادم شكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن المبادئ الأولية لتوزيع F F Distribution وهو من التوزيعات الاحتمالية الذي يستخدم في اختبار الفرضيات لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم معرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى